مستمعينا كيف وعدناكم في بداية الحلقة معنا ضيف سي محمد المسعودي اللي هو فنان شكيلي وساد مادة تربية شكيلي بوحدة من المؤسسات التعليمية الخاصة ليوم سي المسعودي غادي حاولي تقاس معنا مجموع هذه الأشغال اليدوية من داخل البيوت أشياء اللي هي متاحة يمكن لكم جميع كأباء كأمهات كموربين أنكم تعتمدوها مع الولدات ديلكم وتخلقوا مجموع هذه الأنشطة وفرصة للمتعة مع الولدات سي المسعودي مرحبا بك مجددا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا وعلى بركة الله كي بل لأول شكل قدامك وهو أول حاجة يعني قبل ما نبدأه لابد أن نذكره حتى تعريف على تربية شكيلية أو الفنون البصرية يعني وإحنا كنتكلموا على مفهوم التربية شكيلية يعني منساوش الطيباء ديالها اللي كتخلي لنا على طفل سواء على حاول تخرم الميكروفون وتبقى خريب لوسي مسعودي كيف ما كنقوله على مستوى التربوي والجانب الإبداعي بالأخص يعني ويمكن لي أنني نستعمل جميع الوسائل اللي عندي في المنزل ديالي لشننمي الجانب الإبداعي للطفل ديالي مثلا وإحنا كنتحدثوا على العجينة نقدروا نستعملوا مثلا لابات اللي عندي العجينة اللي عندنا في المنزل بوحد طريق يعني كننخضو بتحين ديوا موجود في كل بيوت كنستعملوا معها الملحة وكنستعملوا معها قليل من الماء وإلا بغينا نضيفوا بعض الألوان كنستعملوا ذكشيني عندنا في المنزل يعني كنستعملوا سواء الخرقوم أو التحميراء أو القهوة أو أي حاجة ممكن أن تعطيني اللون وبنسبة لطريقة ديال الاستعمال فهي يعني عادي كنضيف المكوينات ديالي كننزجها في الوقت اللي كنحس بها بأن تمزجات ولا تزعموا ولا تقابلة أنني نموض لها بطريقة ديالي كنشكل بها أي شكل بغيت وكنعطي للطفل ديالي وكننخلله هو المجال باش أنه يبدع بطريقة ديالي الخاصة إما تيصنع مثلا طيور أو لاشحاجة اللي كتعجبه نعم هذا بخصوص بخصوص هذا المسألة ديال الطحين إلا بغينا ندوزه شوية يعني إلا عندي مثلا طريقة ديالي كبير شي شوية في السن يعني هذه الأكتيفيتة الليلة اللي كنا قلناها قلناها على أساس الفئة العمرية ديال من أربع سنوات نقوله حتى الـ يعني حتى الـ 12 سنة 14 سنة وبنتي لي كتعتمت الألوان لأنك بطلعوينات نعم أكيد أيضا حيوانات در أشكال يعني إلا بغينا مثلا جميع الألوان اللي بغينا نقدون استعملوها من ذلك شيء اللي متوفر عندنا في المنزل كأن نأخذ مثلا إلا عندي مثلا اللو الأصفر وبغينا نأخذ مثلا اللو الأخضر مش بالضروري خصي مش نقلب على اللو الأخضر في شيء بلاصة وممكن أنه هذا شيء هذا نأخذه من عند البقال يعني فقط غيرا مشي عنده ونطلب منه يعطاني ملوين ألا خذي يعطاه لها إما العطرية أو التوابل اللي عندنا في الدار نأخذها كالوينات أو ملونات اللي كاتبع متاحة ممكن استعملوها الوليدات في الأشكال أكيد وممكن يكون المزج ما بينجوج ديال العجائين عندهم ألوان مختلفة بشوصل ذلك اللون أكيد لا بغير هو الطريقة كتختلف يعني إلا بغيت نحصل على شيء لون مختلف خاصنينا نوجد اللون ديالي ما قبل هم الوليدات كيقرأ واحد المادة ديال مزج الألوان أكيد هذا الجانب مهم صراحة خاص وقت مطول باش أننا نهضروف هذا الجانب هذا وبالأخص فاد الآوينة الأخيرة المؤسسات مشكورة بادت كاتعطيوا حد الهتمام كبير لهد الجانب التشكيلي وبالأخص لنطباع ديالو على الموازنة ديال نفس توجه النفسي نعم أكيد الجانب الإبداعي ويعني إلى أي مادة ممكن أنه هذا الجانب هذا يوصل لها يحصل لي الجانب الإبداعي والخلق عند الطفل طفل نعم تاني رسم أو تاني إبداع تاني إبداع هي نقد أنني الطفل ديالي يصاب الصورة دياله بوحده يعني مش بدروري أنه يكون محترف على مستوى الرسم فممكن يعني طفل غير محترف يرسم الصورة دياله ممكن فقط كأنه يأخذ سيلفي يأخذ صورة دياله ومن بعد سواء كيديرها على مثلا اللي عنده أورديناتور يقد يحط ورقة عادية على الأورديناتور دياله أو لطابلت إلما كانت هذه الوسيلة متاحة يقد أنه يأمبريميها يعني يخرجها عند أقرب من كتابه ويحطها في النفذة يعني مثلا في النهار ليكون فيه الإضاءة مزيانة يحطها على زجاج ويحط فوق منها ورقة بيضة يعني مفاحتة شي خالصة حل يكن يسخها ورقة إلى ورقة ممكن يستعمل ذلك الورقة ديالأنسخ نحن نحاول ما أمكن أنه يستعملوا بالوثائل المتاحة يعني ذلك الشيء اللي متوفر لنا في المنزل من بعد مني كي تراثي على هذك الكونتور أو لذلك الخطوط اللي كتوضح لي تقاسيم ديال الوجه كنستعمل ثلاثة ديال الألوان اللي عنده متوفرة سواء أقلام لبدياء أو ملوانات أو ثبائغ اللي كانت متوفرة والنتيجة يعني نتيجة تعطينا على هذه الشكل هادا هائلة يعني غالبا ما كنستعملوا ثلاثة ديال الألوان وهذه ثلاثة ديال الألوان كيكون من ضمنها الأسود ليهو كيخرج لنا هذك الضل وكيعطينا هذك التقاسيم أكثر تعبيراً ورقات من ديال الأشجار وهذك الأوراق ديال الأشجار نعطيهم للطفل ديالي ونخليله هو يبدع بالطريقة لكتبال له أنه مناسبة يعني هنا استعملتي ورق مقوى وملسق لسقة غير ورقة ورقة عادية يعني بدك شي اللي كين عندنا في المنزل ممكن أنه إذا بحث نهاية ديال السنة الأوراق اللي كيبقا عندنا في يعني كيبقا منا كنتو بلي كسبق فرغافة بعد الأوراق نعم هذك كنستعملوها باش تلقاوا بحال هاد نجيجة يعني كنحاولوا علينا نسقوا عليها الأوراق وكن وكن نشكلم كن هذه أوراق أشجر نعم لول أخضر وردي أيضاً وممكنش لنا يعني إحنا كنتكلموه على طفل وعلى الجانب إبداع دياله يعني إحنا دائماً كنشوفه في الطفل على أساس أنه ما كيعرفش أو لا خص دائماً واحد المتابعة أو لا خص بالعكس هو خص صغير فقط الفرصة يتوجد له وهو غادي يبدعه نعم متلأ أدوات الكتب اللي هنا اللي مستعملين ليس حاجة اللي بسيطة يعني ورق عادي أو ورق الأشجار خصه ملصق وخصه مقص فقط وجانب الإبداع ديالوليد أنا فيك نعم وقت طويل نعم 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 سيمسعودي تبارك الله عليك وشكراً شكراً على هذه الأعمال الأدوية التي أعطيتنا اليوم كأفكار للوالدين ممكن يعتمدوها من داخل البيوت شكراً على الحضور أيضاً لا أفو أنتم أيضاً مشكورين دارك لو فيك نذكر سي محمد المسعودي هو فنان تشكيلي وأيضاً أسد مادة التربية تشكيلية بوحدة من المؤسسات التعليمية الخاصة أيوب أيضاً مشكور تبارك الله عليك عفو مرحباً أدواجيب